مشجع تبير في السن قرر يروح يشجع فرقته من المدرجات وصل الاستاذ قبل المطش بدقايق دخل في سهولة قعد على كرسي مريح قريب من الملعب يراعي احتياجات سنه استمتع بالمطش وشجع فرقته وخرج في هدوء وروح بيته في سلامه مشجع تاني في نفس سنه مجبر ان هو يضحي بيوم كامل علشان يروح يشجع فرقته اللي محرومة من حضور الجماهير بيعرض حياته للخطر بينط من فوق الصور وكل ده علشان يوصل للمدرجات في رأيك مين فيهم مشجع أوفى لفرقته اجابة السؤال ده في اخر الحلقة عم امشير مشجع لغزل المحلة سنه فوق 80 سنة قرر انه يعمل شيء مجنون وينطه من فوق الصور علشان يروح يتفرج على فرقته وهي بتلاعب جمهورية الشبين عدسة الكاميرا لقطت عم امشير فتحول لايكونة في الشغف الجماهيري احتفى بيه النادي بتاعه وسفرت البرامج التلفزيونية علشان تصور معاه هل الطبيعي نعتبر عم امشير راجل عاشق متيم بفريقه بيعمل كل حاجة ممكنة علشان يشجعه ولا خارج على القانون لانه قرر انه ينط من فوق الصور ويحضر ماتش ممنوع فيه حضور الجماهير هل لو لا قدر الله كان عم امشير تعرض لإصابة كنا هنعتبره ضحية ولا جاني هل هنعتبره راجل متصابي قرر انه يعمل زي طلبة اعدادي وسنوي وينط من فوق الصور ويعرض حياته للخطر علشان يحضر ماتش كورة اجابات كل الاسئلة دي معتمدة على اللقطة اللي خدتها الكاميرا عم امشير كان محظوظ كفاية انه يلاقي ايد تتمدله من فوق الصور علشان يقدر انه هو يوصل للمدرجات سليم وكان محظوظ برضو ان عدسة كاميرا تلقطه فيتحول لا ايكونا ويتم الاحتفاق بيه بالشكل ده لكن على نفس الصور كان فيه مشجع تاني كبير في السن الغزل المحلة اسمه محمد فاروق كان ممكن يخسر حياته لان محاولته فشلت ووقع لكن الحمد لله يعني ان هي عدت سليمة باصابة بكسر في الحوض وده بياخدنا للصفصار مهم هي الكورة عندنا قيمتها في شغف الناس الكبير جدا بأنديتها ولا في احترامنا للشغف ده يعني لما نيجي نفتخر بالكورة المصرية نقول شوف كام مشجع للنادي الفلاني بس يعني ما بيقدروش يحضروا المطشاط ويوم لما نسمح لهم ان هما يحضروا بنوديهم اخر الدنيا ولازم يعانوا في كل خطوة لحد ما يوصلوا للمدرم واحيانا بنكبرهم ان هما ينطوا من فوق الصور كل ده علشان يتفرجوا على الفرق اللي بيشجعوها وانا الفخر يكون في اننا ازاي قادرين ندير مسابقات توفر راحة لكل المشجعين وبرضه حط في بالك وانت بتجاوب على السؤال ده ان عدد المطشاط اللي بيبقى فيها مشجعين من الطرفين اقل كل موسم بسبب زيادة عدد انديت الشركات فالنهاردة لازم اهتمامك براحة الجمهور تبقى ازياد لان الصورة اللي بتنقلها عن جودة الكورة عندك ومدى قدرتك على ادارة المسابقة مش هتبقى صورة من مطش ما بين البنك الاهلي والصيراميكا كيلو باترا كرة القدم هدفها الطرفيه تشجع من الاستاذ من القهوة من بيتك برضو هدفها الطرفيه طرفيه زي السينما والمصرح محدش بيدفع حياته تمن تسكرة فيلم ولا تسكرة مصرحية فمهما كانت درجة اهمية الطرفيه ده عندك فهو اكيد ما يستحقش ان انت توهب له حياتك او صحتك ومستقبلك فلو فيه احتفاق يستحقه عم امشير فهو اكيد مش احتفاق بمعاناته ولا احتفاق بان انت تحط صورته على السوشال ميديا ولا ان انت تسافله علشان تعمل معاه لقاء تلفزيوني الاحتفاق يكون بقرار يحترمه ويحترم سنه في الدوري الانجليزي مثلا كتير من اندية الدوري بتبيع التذاكر بتاعتها بسعر مخفض لكبار السن والزوي الهمم ومنهم اللي بيباعها بنص التمن كمان زي منشستر اونايتد اللي جماهيره ملايين حوالين العالم فلو الحضور الجماهيري ممنوع ايه المانع من حضور عدد من الجمهور من كبار السن في مقاعد مخصصة ليهم تكون مريحة وقريبة من الملعب لو اعتبرنا ان احنا لسه مش جاهزين لاستقبال الساعة الكاملة من الجمهور في المدرجات ايه نوع الخطر اللي ممكن يشكله عم امشير واصحابه على سير المتشاط ونزهة المسابقة الطبيعي اللي كان عم امشير والمشجعين اللي من سنه يلاقوه هو تذاكر موسمية بأسعار مخصصة ومخفضة الطبيعي اللي كان عم امشير يلاقيه هو سهولة في الدخول والخروج من الاستاد الطبيعي اللي كان عم امشير مفروض يلاقيه هو كرسي مريح في مكان يراعي احتياجات سنه يبقى قريب من الملعب يشجع فرقته ويخرج في سلامه لكن عم امشير ملقاش غير صور بيمنعه انه هو يدخل يتفرج على فرقته بعد مشوار طويل فاضطر ان هو يعمل تصرف مجنون لسنه ولا ليطه يسمحوا بيه ودلوقتي بقى نقدر نجاوب على السؤال اللي كان في اول الحلقة والحقيقة هي ان الاتنين المشجعين او فياء وخصصوا وقت من يومهم لدعم فرقتهم وتشجعها ومعاناة التانية في الوصول للمدرجات ما تقلمش ابدا من وفاء واخلاص المشجع الاول لنا ديه فالاتنين بنفس قدر الوفاء لفرقهم والمقارنة ما بينهم ما تنفعش لكن المقارنة الحقيقية المفروض تبقى ما بين اللي بيديروا الكورة عند كل واحد منهم